ومن لندن أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين خلال مداخلات مرئية في البرنامج أكد انكشاف من زعم قطر بحياد وسائل الإعلام لديها لعدم مناقشتها للقضايا القريبة منها سعد قطر إلى تروجها على مستوى العالم بأن وسائل الإعلام لديها تتميز بالحياد والاستقلال والموضوعية في حين أن القضايا الأقرب إليك لا يتم التركيز عليها ولا يتم ترحها ولا مناقشة قضايا هؤلاء الذين يتم إقصائهم واستبعادهم ووجود تشريعات لا تتماشى مع النظم القانونية الدولية وتمثل تجاوز واضح وصريح على أهم معيار من معايير القاعدة القانونية وهو ضرورة أن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة وتطبق على الكافة بغير التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر